فصل جديد من فصول المواجهة بين موسكو ولندن يكتب على دفاتر الأزمة الأوكرانية بشكل يفاق متوتر العلاقات واحتدامها منذ بدء الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية وتزعم بريطانيا المواجهة الغربية ضد روسيا ليون لذراع بريطانيا برز اليوم بعد أن بث التلفزيون الروسي تسجيلا لمقاتلين بريطانيين آيدن آسلين وشون بينر تم أسرهما الأسبوع الماضي إثر مشاركتهم القتال مع القوات الأوكرانية في مدينة ماريبول المحاصرة وطلب الأسيران من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المساعدة في إعادتهما إلى الوطن مقابل إطلاق سراح أوكرانيا للسياسي الموالي لموسكو فيكتور ميدفيتشوك والتي بثت أوكرانيا مقطع فيديو له متوسلا الحرية أعتقد أن بوريس بحاجة إلى الاستماع إلى ما قالته أوكسانا زوجة ميدفيتشوك إذا كان بوريس جونسون يهتم بحق المواطنين البريطانيين مثل ما يقول فإنه سيساعدهم بينر هو محارب قديم في الجيش البريطاني بينما أسلن عامل رعاية شارك القتال مع الصفوف الكردية في سوريا عام 2015 وقد طالبت عائلاتهما بأن يتم معاملتهما كأسيري حرب وفقا لاتفاقية جينيف ملف المرتزق لتقوين جيوش المساندة للجيش الأوكراني بدأ منذ الأيام الأولى للحرب عندما طالب الرئيس الأوكراني شعوب العالم للتطوع في القتال مع صفوف جيشه حيث قدمت خارجيته تسهيلات للمتطوعين كما نشرت المواقع المتخصصة في الوظائف الأمنية عروضا مغرية تستهدف أشخاصا ذوي خلفية عسكرية لتقديم خدماتهم مرتزقة أو متطوعون فمهما اختلفت مسمياتهم يبقى دورهم هو حرب بالوكالة وليكون بيادك قتال دموي لأجندات سياسية للإخبارية مهند الراوي لندن